ومتابعة لبيانة ديوان الملكي و لزيارة جلالة الملك إلى البادية الوسطى تنظم إلينا أحد من حضر هذا اللقاء سيدة رسمية أهلا وسهلا بك سيدة رسمية و رسمية الكعابنة وأنت عضو سابق في مجلس النواب وأيضا إعلامية زميلة لنا أهلا وسهلا بك سيدتي جلالة الملك تحدث عن حملة تستهدف الأردن برأيك ما أسباب هذه الحملة وأهداف هذه الحملة نحن نعرف أن هذه الحملة ليست الأولى طول عمر الأردن وهي تتعرض لحملات إعلامية ظالمة ويمكن لكل ما كان تأثير الأردن قوي بالساحة الأقليمية والدولية يكون الدعايات أكبر ويمكن الكل لاحظ أنه انفتاح جلالة الملك ودائما السياسة الوسطية مع الجيران وكان مبارح اتصاله مع السيد بشار الأسد فهذه العوامل دائما تتبحها كثير من الحملات والإشعاعات والشعب الأردني على مدى الطريق تعود على هذه الحملات سيدتي جلالة الملك تطرق إلى أن الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري هناك أهمية له ما يأتي بعد هذا الإعلان عن مخرجات اللجنة الملكية أيضا لتحديث المنظومة السياسية كيف تنظرين إلى المرحلة السياسية المقبلة في الأردن في ظل الاهتمام في التنمية والاقتصاد نحن دائما نطالب الشعب الأردني دائما مطالب الرئيسي وأولوياته هي الإصلاح السياسي وكانت خطوة من جلالة الملك إيجابية جدا وحضيت بتأييد من الشعب الأردني خاصة بتشكيل اللجنة الملكية وكانت مبارح مخرجاتها سلمت لجلالة الملك من دولة سمير الرفاعي ويمكن التفاؤل مننا إحنا كسياسيين وعموم الشعب الأردني بكل أطيافه أن هذا الإصلاح السياسي سوف نجني ثماره إن شاء الله رب العالمين بالسنوات القريبة الثلاثة خاصة إذا تزامن مع الأحزاب السياسية برأيك هذا الإصلاح السياسي القادم على المملكة ما علاقته بالحملة التي تستهدف الأردن وتستهدف جلالة الملك خاصة أخي العزيز دائما أنه ترتيب البيت الداخلي والإصلاح يعني هي من أولويات حتى الشعوب بالدول الأخرى ويمكن أنه إحنا كنا من الصباقين دائما يعني دائما في أولويات الشعب الأردني دائما في عين الملك وهاي إحنا كنا صباقين في الإصلاح السياسي ويمكن الكل لاحظ أنه حتى الدول الأخرى كمان إنها نظرت إنا باحترام على هذا الإصلاح السياسي ودائما الإصلاح السياسي يوازي كمان الإصلاح الاقتصادي وهذا ما أكد عليه جلالة الملك اليوم وغير ذلك كمان الإصلاح الإداري في جميع يعني مناحي الحياة بالأردن كثير أنه دائما إحنا ترتيب البيت الداخلي وبرد أعيدها أنه دائما يكون فيه إلو أثر أولوية نعم إلو أولوية ودائما يكون فيه إلو أثر على حياة المواطن الأردني ودائما بنقول أنه أنا بدي إصلاح سياسي لأنه حتى أنه أقل ما فيها أنه نحقق العدالة الاجتماعية عن طريق التشريعات والقوانين اللي لمجلس النواب الآن يعني جلالة الملك حكي أنه الآن راح تسير بمسيرها الدستوري المخرجات وإن شاء الله رب العالمين تقر من مجلس النواب والأعيان وبعدين ترفع لجلالة الملك وهذا الإشي اللي احنا بتأمله دائما ودائما بنقول أنه العمل يمكن أنا اللي أني جربت العمل النيابي العمل الفردي دائما روح العمل السياسي هو العمل الجماعي وإحنا كنا يعني للأسف يعني بالعمل السياسي ما في عندنا أحزاب قوية وذات برامج اللي النائب يمشي عليها وهو بيحقق يمكن الحزب يحاسبه يمكن يمكن فيه إصلاح هو لحاله يمكن ما ما بيعرف أنه يقدر بيصلح في أمر ما أو قضية ما لكن هو بكل دول العالم ويمكن أنا كنت في دينامارك وكنت في ألمانيا في برلمانات قبل ما أكون نائب وشوفنا أنه قديش أنه الأحزاب بتكون فعالة حتى بالإصلاح السياسي والاقتصادي ودائما يحكس التنمية ويحكس الخير على أي بلد طيب سيدتي كان هناك زيارة لجلالة الملك إلى البادية الوسطى رأينا في صورة أقرب لحديث جلالة الملك اليوم وأهمية البادية والمشاريع المرتقبة فيها اليوم احنا تشرفنا بلقاء جلالة الملك وبزيارته يعني لمضارب البادية الوسطى ويمكن احنا بنحكي مضارب لأنها دائما البادية هي ترتبط بالمضارب هو وظيفنا اليوم الكبير يعني وإحنا جدا يعني كنا سعداء بلقاء وكان الحديث من القلب للقلب يعني أول ما بدأ جلالة الملك تشعرت أنك أنت كأسرة أردنية وحدة هو بدي تحدث عن التحديات اللي واجهت جلالته والأردن بشكل عام يعني خاصة من الإشاعات والحملات الظالمة لكن وعي المواطن يعني بردات فعل المواطن من أمس يعني من نشر التقرير لاحظنا أنه قديش يعني المواطن واعي أنه الأردن مستهدف وأنه في هناك حملة كلما الأردن يكون له تأثير على إقليمي كلما بتزيد الحملات بالنسبة إحنا لأبناء البادية الوسطى طبعا يعني اليوم إحنا لقاءه بين أهله وعزوته وقبيلة بني صخر وكان يعني بالنسبة إنا إحنا عرص وطني وكان جلالة الملك يعني يعز لرئيس الوزراء ولرئيس الدوان الملكي أنه في هناك لازم تكون مشاريع تنموية خاصة أنه الفقر والبطالة يعني على جميع المملكة خاصة بعد الآن يعني مخرجات كورونا ولسه اللي إحنا فيها موجودين يعني فإن شاء الله رب العالمين وهناك لقاءات يعني جلالة الملك أوعز كمان الرئيس الدوان الملكي ولمستشار جلالة الملك شؤون العشائر كمانها راح تكون لقاءات من ضمن الحضور راح تكون وهذا الإشي لأول مرة وفعلا إحنا انبسطنا لأنه على أقل راح يكون قريبين أنه إحنا على أقل ما فيها كل اتجاهاتنا بتكون إنها المشاريع التنموية والبطالة اللي هي فعلا الآن هي أكبر تحدي أكبر تحدي إنا في البادي الوسطى شكرا لك سيدة رسمية الكعبنة عضو مجلس النواب الأسباق وإعلامية زميلة شكرا جزيلا لك